أوكرانيا هي الثانية أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة والخامس في أوروبا من حيث عدد السكان حيث يقدر سكانها ب46 مليون نسمة عبر التاريخ حمل هذا البلد لقبين وهما بوابة أوروبا وسلة الخبز الأوروبية بسبب خصوبة الأرض العالية يعتقد البعض بأن أوكرانيا بدأت تاريخها كدولة أو منطقة حيوية بعد استقلالها من تبعية الاتحاد السوفيتي لكن الحقيقة أن أوكرانيا هي بلد يمتد تاريخها لأكثر من ألف عام اليوم يتكلم الكثير عن مشاكل أوكرانيا مع روسيا ولأننا في ورق نحب أن نصلط الضوء على التاريخ والحاضر سنقدم سلسلة خاصة تطرح التاريخ المفصل لأوكرانيا نتمنى أن تحوز على رضاكم وأن تساهموا بنشر المعرفة من خلال نشر الحلقات في جميع وسائل التواصل الاجتماعي أطلقنا خدمة ورق كاست البودكاست الصوتي الخاص بقناة ورق وبه سنقدم محتوى صوتي خاص ومنوع وتجد في الوصف رابط ورق كاست قناة ورق تقدم مواضيع مختلفة ومنوع وتهجب لنشر الواي في مواضيع التقنية والتاريخ والثقافة ادعمنا من خلال النشر والمتابعة يعود تاريخ أوكرانيا الحديث للقرن التاسع الميلادي وبالتحديد في دولة روسيا الكيذية الحدود الحالية لأوكرانيا تشمل روسيا من الشرق والشمال الشرقي وبين روسيا من الشمال الغربي وبولندا وسلوفاكيا والمجر من الغرب ورومانيا ومالدوفا في الجنوب الغربي والبحر الأسود وبحر أزوف في الجنوب والجنوب الشرقي أوكرانيا دولة موحدة تتكون من 24 ولاية أو مقاطعة فقط من بين هذه المقاطعات مقاطعة واحدة تملك الحكم الذاتي وهي جمهورية القرن أبرز مدن أوكرانيا هي كييف وهي العاصمة وأكبر المدن وأيضا هناك مدينة سيفياستوبور والتي تضم أسطول البحر الأسود الروسي أوكرانيا جمهورية تحت نظام شبه رئاسي مع تشريعات مفصلة هذا النظام اتبعته الدولة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي أوكرانيا تملك ثاني أكبر جيش أوروبي بعد روسيا وعاشر أقوى جيوش أوروبا في حين أن روسيا هي الأقوى أوروبيا هذا ما يجعل المواجهة بينهم خطيرة جدا اللغة الأوكرانية هي اللغة الرسمية في أوكرانيا والروسية منتشرة على نطاق واسع الديانة السائدة في البلاد هي المسيحية الأرثولتكسية الشرقية والتي أثرت بشكل كبير على العمارة والأدب والموسيقى في أوكرانيا يعود تاريخ الاستيطان البشري على أراضي أوكرانيا لـ 4500 قبل الميلاد على الأقل عندما ازدهرت حضارة كيو كونتي أو حضارة تريبيلان في العصر الحجري الحديث في منطقة واسعة شملت أجزاء من أوكرانيا الحديثة حضارة تريبيلان سادت في مناطق غابات ستيبي في أوكرانيا من أعلى نهر دينيستر في الغرب إلى منتصف نهر دينيبرو في الشرب حتى الآن يوجد حوالي 2000 موقع من حضارة تريبيلان تم العثور عليها في أوكرانيا وتشمل هذه المستوطنات ومقابر حيث كانوا علماء الآثار يحققون في هذه الحضارة القديمة لأكثر من 100 عام عثر العلماء على الآلاف من روائع الفن والتحف القديمة التي تساعد على إلقاء الضوء على التاريخ القديم من هذه الثقافة ساعد إنشاء المستوطنات في غابات السهول المفتوحة سكان تريبيلان لزيادة عدد سكانها وعيشهم في رفاهية عالية المعروف في التاريخ بأن أهل حضارة تريبيلان كانوا يعتبروا من البدو الرحل فلا ينشؤوا مستوطنات دائما خلال أقامتهم في أراضي أوكرانيا قام المسارعون بزراعة القمح والشعير والبازلاء والبقوليات وفقا لعلماء النباتات القديمة كانت هذه المحاصيل نقية وتم استخدام الحقول لفترات طويلة من الزمن المحاصيل تم حصدها باستوتام المنجل وهذا دليل على أنها كانت حضارة متقدمة جدا ذكر العلماء بأن هناك دلائل على وجود مستوطنات عاش بها البشر حول مناطق عيش أهل حضارة تريبيلان منذ ستة آلاف عام تقريبا وأيضا عاشوا على زراعة مثل أهل تريبيلان هذه المناطق كانت زاخرة بالحياة البرية فعاش فيها الثيران والغزلان والخرازير البرية والدببة والذئاب والثعالب والأرانب البرية قطع شعب تريبيلان آلاف الأشجار باستخدام الفؤوس الحجرية والنحاسية في البداية كانت مستوطناتهم صغيرة مكونة من السبعة إلى أربعة عشر مبنى ولكن مع مرور الوقت ظهرت مدن بآلاف الهياكل كانت المنازل ذات هيكل عمودي وكانت الجدران مصنوعة من الخشب والقضبان جدران هذه البيوت كانت مزيج من الطين والنخالة نشأ هذا النوع من المسكن خلال حقبة تريبيلان وموجودة في مناطق الغابات والسهول في أوكرانيا اليوم وجد العلماء بقايا لمساكن ومعابط من عصر حضارة التريبيلان وأثبتت الآثار على وجود مباني بطوابق متعددة في ذلك العهد وكانت هذه البيوت مصنوعة من الخشب ومغطاب الطين يرى العلماء بأن الطابق الثاني من هذه البيوت كانت تستخدم كمساكن والطابق الأرضي كان للأراض المنزلية جدران هذه البيوت كانت ملونة بالأحمر والأبيض مع وجود زخارف هندسية يعتقد بأنها كانت تستخدم لطرد الأرواح الشريرة وحماية السكان أيضا في هذه المنازل كانت هناك مواقط خاصة للطبخ وجدت في بعض البيوت جدران لتخزين الأواني الفخارية وأيضا وجدت مطارق الهاون الطينية بالقرب من المقاعد مع حجارة خاصة للطحن الحبوب وتحويلها لدقيق في التصميم للمنازل السكان هذه المنطقة كانت توجد نافذة واحدة مستديرة في الحائط المقابل للمدخل مقابل النافذة كانت هناك زاوية دائرية للعبادة وهذا كان هو المذبح وكان مطلي باللون الأحمر ومزين بنمط زخرفي حلزوني يشغل المسك الواحد مساحة ستين لمائة متر مربع وقد يصل في بعض الأحيان من ميتين لثلاثمائة متر مربع كما تم العثور على مساكن وباني عامة ومعابد أحد الألغاز عن حضارة التريبيلان هي بقايا لآلاف المباني المحترقة التي عثر عليها علماء الآثار من بين الآثار التي عثر عليها كان عشرات إلى مئات من السفن والتماثيل الصغيرة لأشخاص وحيوانات وأدوات مصنوعة من عظام الحيوانات بل وأحيانا من عظام البشر خلصت تقييم المبدئ لهذه الثقافة من قبل علماء الآثار إلى أن هذه الآثار كانت لمنازل الموتة حول علماء الآثار الآخرون إثبات أن هذه الآثار المحترقة كانت لمساكن عادية لكن الباحثون المعاصرون يشعرون بأنه من المنطقي الجمع بين كلا الاستنتاجات يعتقد بأن الآثار هي البيوت ومعابد عادية لكن بعد فترة من الزمن تحولت لما يسمى ببيوت الموتة وهي مباني تنشأ لتكون ملاجئ لأرواح الأجداد في هذه البيوت توضع الأواني المزخرفة والأضاحي التي تكون لأرواح الأسلام وفي النهاية يتم حرق هذه المنازل عند انتقال أهل هذه المستوطنة لينتقلوا لموقع آخر ويبنوا حقول وبيوت أخرى حسب معتقدات أهل حضارة التريبلان عند الترك الأراضي فأنها تتحول لحقول لأسلافهم حضارة التريبلان هي امتداد لحضارة البلقان القديمة والتي كان أهلها من أوال المزارعين في أوروبا ورغم أن حضارة التريبلان كانوا من البدء الرحل يقومون بشكل دوري بإعادة التوطين لكنهم استطاعوا تنظيم مجتمع قوي هذا الأمر أيضا ساهم في تطور مجتمعات أخرى مثل في الشرق والذين كانوا ماهرين في بناء القنوات والسدود هذا التطور لحضارة التريبلان ساهم في النهاية في بناء أول مدن أوروبية أربعة آلاف عام قبل الميلاد حتى أنه يعتقد بأنه عند ظهور حضارة سومر في العراق كانت حضارة التريبلان أساسا قد أنشأت عشرة مدن ويعتقد بعض العلماء بأن أكبر مدن التريبلان موجودة منذ أكثر من ستة آلاف عام فهي بحجم المئات الهكترات وألاف المساكن وعدد السكان كان يقدر بين 15 ألف إلى 10 ألاف شخص المدينة كان بها مباني مكونة من طابقين أو حتى ثلاث طوابق مرتبطة ببعض والسكان كانوا يعملون في الزراعة ويعتقد بأنه كان ضمن السكان حرفيين في صناعة الخزف وحدادين ونساجين يعتقد العلماء بأن حضارة التريبلان هي أساسا ما يعرف اليوم بأوكرانيا منهم ظهر أول مجتمع مدني متحضر ومنه ظهرت الفلسفات والثقافات الحقيقية لأهل أوكرانيا خلال العصر الحديدي يسكن هذه المنطقة السامارتيين والكيميريون والسوكثيين ظهر السوكثيين على ساحل البحر الأسود على الأرجح حوالي 600 قبل الميلاد لكنهم استوطن المنطقة بشكل دائم حوالي 500 قبل الميلاد وذكر اليوناني هيردوث بأن السوكثيين كانوا خصم حقيقي اليونانيين والفرص وأضاف في وصف هذا الشعب بأن المرأة لا تستطيع الزواج إلا بعد أن تقتل أحد أعداء الدولة وهذا إشارة حقيقية بأنهم كانوا مجتمع حربي عدائي كان السوكثيين من البدو الرحل ويعتقد بأنهم لم يتعلبوا الكتابة ولم تكن لديهم لغة مكتوبة البعض يشبه قبائل السوكثيين بقبائل الكومانش الأمريكية الشمالية كل الحضارتين لم يحتفظون بهندسة معمارية أو تقنية دائمة وكلهما شغل مساحة كبيرة من الأرض الثقافتين نقلوا من الحضارات التي حولها وكل الثقافتين كان أهلها يعشق المجوهرات والزينة سواء للرجال أو النساء أو حتى المحاربين وتفاخرت كل الثقافتين بالنساء القادرات على القتال مثل الرجال واستخدمت كل الثقافتين القوس والسهم المحاربين في هذه الثقافتين كانوا يجمعون فروة الرأس للأعداء كان الكومانش والسكثيون عقبات أمام الغزاء فالكومانش على سبيل المثال حافظوا على داكوتا و وايمين ومنعوا الأسبان من التمدد بنفس الأمر كان الأغريق والفرس الأوائل والميديين أعداء السكثيين ولم يتمكنوا من التغلب عليهم فداريوس مثلا جمع ثمانين ألف رجل تقريبا عندما حاول إيقاف غارات السكثيين المغدونيين استغرقوا وقت طويل للتغلب على السكثيين فثلب الثاني والد ألكسندر المقدوني خاض حروب حقيقية ضد السكثيين وأيضا احتل السكثيين طريق الهجرة بين البحر الأسود أوكرانيا كانت أوكرانيا والسهول الكبرى منطقة مثالية للخيول فهناك مساحات واسعة مع وجود أراضي صالحة للزراعة وتضاريس سهلة للاختباء فيها اليونانيين في حربهم ضد السكثيين عانوا من السهول الكبيرة وضعوا كثيرا فهناك من مات من الجوع أو التجمد وصف هيريدوت بأن الشعب السكثيين كان شعب بارز في القتال على ظهور الأداء وباستخدام الأقواص وكانوا لا يعتمدون على الزراعة في غذائهم بل على المواشي في وقت اللاحق أصبحت أوكرانيا جزء من اليونان القديمة وروم القديمة وبيزنطا القوط استبروا في العيش في هذه المنطقة ولكنها خضعت للسيطرة من قبل قبائل الهون الآسيوية منذ عام 370 ميلادية دولة روسيا الكيذية يعتقد بأنها انشئت في عام 880 ميلادية حتى منتصف القرن الثالث عشر خصوصا مع الغزو المغولي تأسست في الأصل من قبائل الإسلامية الشرقية والتجار الإسكندرافيين الذين يسمون بالفرانجيين ضمت الولاية فيما بعد أراضي ممتدة جنوبا إلى البحر الأسود وشرقا حتى نهر الفولغا وغربا حتى مملكة بولندا ودوقية لتوانيا الكبرى وفي القرن التاسع كانت الكييف تعطي الولاء لقبيلة الخرز القوغازية لكن تم الاستيلاء عليها من قبل الفرانجيين في 864 ميلادية لتصبح عاصمة الروس الروس في ذلك العهد هم أسلاف لثلاث شعوب أوروبية وهم البلاروسيين والروس والأوكرانيين تأسست مملكة الروس الكييفية رسميا على يد الأمير أوليك حوالي 880 ميلادية وخلال 35 عام قادمة قام أوليك بالسيطرة على المقاطعات السلافية الشرقية والقبائل الفنلندية وفي عام 882 استطاع الأمير أوليك أخضاع كييف وأعلانها كعاصمة لمملكته وفي عام 883 غزى الأمير أوليك الدريفيين وفرض عليهم الجزية على أن تدفع من الفراء وبحلول 884 تمكن من أخضاع قبائل الفياتيش والسيرانيين والدريفاليين والبوليانيين والرادميشيين وكان في حالة حرب مع التريفستيين والأوليشيين والذين يسكنون الأراضي المحيطة بأنهار الدينيبر وفي عام 97 قاد أوليك هجوما على القسطنطينية بـ 80 ألف محارب انتقلوا بواسطة 2000 سفينة ولكن بحلول 912 ميلادية وقع الأمير أوليك اتفاقية تجارية مع الإمبراطورية البيزنطية لتكون شريك تجاري متساوي مع مملكته وبعد وفاة أوليك لاحقا في 912 تمكن الريفيين من الانفصال لكن الأمير إيغور غزاهم مرة أخرى وفي عام 914 أنهى إيغور معاهدة سلام مع قبيلة بيتشينغ هذه القبيلة كانت تمر باتجاه نهر الدانو استهرت مملكة روسيا الكيفية الجديدة وكانت غنية اقتصادية فهناك وفرة في الفراء وشمع النحل والعسل وكانت تسيطر على ثلاث طرق تجارية رئيسية لأوروبا الشرقية فهناك أولا طريق بولغا التجاري من بحر البلطيق إلى الشرق وطريق دينيبر التجاري من بحر البلطيق إلى البحر الأسود وطريق التجارة من الخرز إلى ألمانيا هذه المملكة حاصرت القسطنطينية مرتين في عامين 941 و 944 ميلادية خسر هذا الأسطول أجزاء منهم بسبب النار الغريقية رغم هذا أبرم الروس معاهدة مع بيزنطة وفي عام 913 و 944 كان هناك أول احتكاق بين الروس الكيذيين والعرب حيث هاجموهم في بحر قزوين الملك إيغور قتل أثناء جمع الجزية من الدريفاليين في عام 945 يصف ليو الشماس المؤرخ البيزنطي كيف لقى إيغور حتفه حيث قال ربطت سيقان الأمير بشجرة البوتولة وسحبوها باتجاهين مختلفين ليتمزق جسد الأمير لكن كتب التاريخ تقول بأن مقتل الأمير كان بسبب جشعه المفرط حيث أنه أساسا كان يحاول أخذ الجزية للمرة الثانية خلال شهر واحد ونتيجة لذلك غيرت زوجته أولغا نظام جمع الجزية فيما وصف بأنه كان أول إصلاح قانوني في تاريخ أوروبا الشرقية كانت أولغا حاكمة روسيا الكيفية كوصي لابنها سيفياتوسلاو وكانت أول حاكم من الروس الكيفيين يعتنق المسيحية تاريخ تعميد أولغا لم يحدد فقيل بأنه بين أعوام 945 و 957 ميلادية وتم تعميدها بشكل رسمي في القسطنطينية بعد تعميدها اتخذت الاسم المسيحي إلينا قصة تعميد أولغا من أكثر القصص إثارة للجدل في تاريخ أوكرانيا فالسجلات الإسلافية قالت بأنها كانت مسحورة وبأنها تعمدت لأن قسطنطين أغراها بالزواج هذه القصص لا يؤكدها الباحثون فأولغا في وقت التعميد كانت عجوز وقسطنطين كان أساسا متزوج فلا صحة لهذه القصة كانت أولغا واحدة من أوائل شعوب الروس التي تصل لمرحلة القدسية لجهودها في نشر المسيحية بل أن بعض المسيحيين يوصل درجتها للتفوق القدسية ويعتبرها رسول مقدس مع ذلك فشلت في أن يكون ابنها سيفياتوسلاف مسيحية ولم يجعل مسيحية دين الرسمي للبلاد إلا حفيدها بلاديمير الأول أولغا كانت الحاكم الفعلي لكييف خلال حملات ابنها العسكرية وعاشر في قلعة فيشكورد وماتت في عام 1969 ابن أولغا سيفياتوسلاف كان أول حاكم حقيقي للروس فقد استطاع توحيد كل إمارات روسيا تحت عرش كيف ليكون أول حاكم للروس الكييفيين باسم أصله سلافي أسلاف سيفياتوسلاف كان أسمائهم مستمدة من اللغة الإسكندنافية القديمة الأمير فلاديمير الكبير ابن سيفياتوسلاف كان في بداية عهده وثني وقام بتوسيع دولته لمناطق خارج جيطاء والده ففي عام 1981 غزى المدن المعروفة فيما بعد باسم قرب بولندا وفي عام 1983 أخضى عليات فينيان والذين تقع أراضيهم بين لتوانيا وبولندا وفي عام 1985 قاد فلاديمير الكبير وسطول على طول أنهار المركزية لروسيا الكييفية لغزو البلغار وفي عام 1988 تم تعميده لتتحول مملكة الروس الكييفية للمسيحية بشكل رسمي للاحتفال بهذا الحدث بنى فلاديمير الأول كنيسة حجرية في روسيا الكييفية تحمل اسم كنيسة العشور تم بناء كنيسة أخرى على قمة التل حيث كانت توجد تماثيل وثنية هذا الحدث تسبب في تحالف روسيا الكييفية مع البيزنطيين وهنا تم تبني الثقافة اليونانية في كييف والمدن الأخرى على طول مملكة روسيا الكييفية وبدأ بناء الكنائس على النموذج البيزنطي وعند وفاة فلاديمير في عام 2015 حكم بعده سيفياتو بلوغ ابنه مواطني كييف لم يكنوا مناصرين للملك الجديد والذي قيل بأنه قتل أخوته ولكن فترة حكم سيفياتو بلوغ لم تكن مستقرة لتنتهي في عام 2019 ليحكم الأمير يوروسلاف الحاكين وخلال حكمه وصل الروس لكييفيين لذروة قوتهم حيث انتصروا على البولنديين واستعادوا غاليسيا وفي عام 1036 استطاع الملك سحق الغزار رحل من قبائل البيشين وأيضا استطاع قمع التمرد من قبل لتوانين والفنلنديين وفي عام 1043 تم جمع آخر حملة روسية كييفية ضد القسطنطينية والتي أيضا خسرت وخلال هذه الفترة ازدهرت المباني وعمارة الكنائس ومنها كنيسة القديسة صوفيا المشهورة وفي عام 1039 تأسست بطرياك كييف الأمير يوروسلاف الحاكين وثق علاقته مع العوائل المالكة الأوروبية وزوج بناته من أمراء أوروبيين كان يوروسلاف على اتصال وثيق بالسلالات الأوروبية وأيضا الأمير يوروسلاف قام بسن القانون الخاص لمملكة الروس الكييفية كانت قوانين الدولة التي سنها يوروسلاف متشابهة مع القوانين الجرمانية المعاصرة طور أبناء يوروسلاف الحكيم دير بيشرس كلافرا العظيم حيث أصبحت أكاديمية كنسية ولكن بوفاة يوروسلاف الحكيم اندلع الصراء حقيقي على السلطة نلتقي في الحق المقبلة شاركنا بتعليقات على رأيك في الحلقة وتجد في نهاية وصف الفيديو رابط لورق كاست والذي به محتوى صوتي خاص وذا عجبت محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة